كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن إيمان الأطفال هذا الإيمان الذي يمكن أن يخلق الكرامات ويخلق المعجزات ويخلق الأشياء المدهشة التي يحتار فيها أصحاب العقول الدكية قصتنا أيها الأحباب الكرام مع طفلة صغيرة ربنا سبحانه وتعالى طبع في قلبها الإيمان واليقين فالأطفال أصلاً حينما يخرجون من بطن أمهاتهم عندهم فطرة سليمة فيها تدي صادق دراسة علمية أثبتت بأن المولود لما يخرج من بطن أمه يكون مفطوراً على الاعتقاد بأن هناك إله يسير هذا الوجود ويعتقد بأن هذا الإله واحد لا ثاني له ويعتقد بأنه متعطش لكي يقترب إليه ويعتقد بأنه كل ما في الوجود قائم على الأسباب والمسببات وفيه نزعة الصدق ميان إلى الصدق لا إلى الكذب وميان إلى الخير لا إلى الشر دراسات علمية في المجال التربوي والنفسي أثبتت بأن الإنسان حينما يولد من بطن أمه يكون مفطوراً على الإيمان والخلق القويم ولكن الحياة والمجتمع والوسط هو الذي يغير من طينة هذا المخلوق ربنا عز وجل ماذا قال قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق له ذلك الدين القيم فكل واحد مفطور على هذا الأمر قصتنا الليلة مع فتاة صغيرة اسمها نورا نورا هذه الفتاة الصغيرة منذ أن ولدت ووالديها ينظرون إلى وجها الزاهر وجها المشرق وكأنها تسبح لله وكأنها تبتسم للحياة فيها تفاؤل وفيها نور يصطع من وجدتيها بدأت نورا تكبر وتكبر إلى أن وصلت تسع سنوات في تسع سنوات تحولت نورا إلى تحول عظيم جدا والديها كان يقع لهما نوع من الاستغراب هذه الفتاة ميالة إلى التدين من تلقاء نفسها كانت ويا صغيرة تقلد أمها وأبها في الصلاة كلما أرد أمها أن يصلي جاءت بجانبه وكلما أردت أمها أن تقرأ القرآن استفت بجانبها دوما وأبدا لكنها لما بلغت السن التاسعة فاجأت الوالدين بأنها استعملت خمارا حجابا سترت به شعرها الدهبي الناعم وبدأت تلمس لباسا فيه اتساع تصورت الأم من الذي أمرها بذلك أبوها لم يأمرها وأمها لم تنبهها ولكن يبدو أن فطرتها السليمة تدفعها إلى أن تصيرها كده متدينة كانت نورا وهي تقرأ دراستها وتطالع كل دروسها المدرسية ما إن تنتهي من المراجعات والتمارين الدراسية حتى تقوم مباشرة إلى المصحف الشريف وتبدأ تقرأ القرآن ثم لما تسمع النداء للصلاة تأخذ سجاتتها الصغيرة وتستقبل القبلة وتبدأ بالصلاة النوافل قبل أن يصلي الوالدان لقد تفاجأ الأم والأب بأن هذه البنية صارت صباقة إلى هذا العمل الصالح فتأكد لدى الوالد بأن الطفلة الصغيرة من دون تدخل الأم والأب والأسرة والمجتمع والوسط هي مفطورة على الدين وعلى اليقين صارت الأيام هكذا ويوما ما شعرت نورا بألم ووجع في بطنها أمعاؤها تتمزق نهب بها الوالد إلى المستوصف القريب وعطوه دواء لكي تستعمله مهدئات وفعلا بدأت الألم تزول يوما بعد يوم وهكذا استمرت الأحوال وبقيت نورا دائما في اجتهاداتها دائما تسأل أمها وأباها الله معنا هل هو ينظر إلينا يسمعنا الله تعالى هو الذي يعطينا الطعام والشراب الله تعالى هو الذي ينزل علينا المطر من السماء تفكير فطري بسيط وكلما وضعوا طعاما في المائدة لكي تأكل تسأل من أين جاء هذا الطعام وكيف نبت أول مرة وكيف تحول من مكان إلى مكان وما هي المراحل التي مر بها حتى وصل إليها فتقول هذه نعمة عظيمة وجب أن نشكر الله عليها الوالد كان يتفاجأ يقول بأن البنية تتكلم بالفطرة السليمة لكن بين الفين والأخرى تمرد نورا مرة ثانية فيذهبون إلى المستوصف ثم إلى الصيدانية ويأتونها بنفس الدواء وتعالج لكن بعد شهور يوم من الأيام بينما هم كانوا مسافرين اشتد المرض على هذه البنية فأخذوها إلى مصحة كبيرة والطبيب لما رأها قال لابد أن نخدع لها أو نجري لها فحوصات في الدم تحليل طبية ففعلا أخذوا الفحوصات الطبية وبقت العائلة في سفرها تستمتع وبعد أسبوع الوالد يستمع إلى الهاتف يرن الطبيب يقول له عليك أن تأتي إلي سريعا جاء الوالد يشري مع زوجة وابنته وابنه الصغير إلى المصحة فدخل عند الطبيب وأراه نتائج التحليل الطبية قال مما تعاني دورة؟ قال تعاني من مغص في معدتها وذلك الطبيب هو اختصاصي في الأمراض الباطنية قال لقد أجرينا لها تحليل وفوجئنا إنها مصابة بمرض شديد وقد اضطررنا أن نستدعي فريق طبي لكي يطلع على هذه التحليل حتى نقطع الشك باليقيم قال يا سيني يا دكتور إنك أزعجتني مدى بالبنية؟ قال إن بها سرطان خبيث وهذا السرطان يستمر بسرعة وقد أمضى سنوات والآن لم يتبقى لها حسب التقارير الطبية والعلمية سوى ستة أشهر وسوف تغادر هذه الحياة لما سمع الأب هذا الكلام شعر بدوار في رأسه وقلبه يهتز ثم دخلت زوجته إلى غرفة الطبيب وسمعت نفس الكلام من الطبيب مباشرة أغمية عليها الأم أغمية عليها وجاءوا بالماء يرشونها عليها لكي تستفيق ثم بعد ذلك بدأ أن سمع الضجيش دخلت نورة مع أخيها عند الطبيب فسمعتهم يتحدثون على أن مرضها مرض خبيث جدا وأنه لا أمل في العلاج وأنه قطع أشواط ومراحل ولم يتبقى لها سوى على الأكثر ستة أشهر وسوف تودع العائلة تشعر بالحزن والدهشة أخوها الصغير عدقها وقال نورة أختي إنك سترحلين فقالتها ماذا سأرحل سألتهم ماذا سأرحل قالوا لها سترحلين ترحلين إلى الله فقالت لهم وهل الرحلة إلى الله سيئة هل هذا أمر سيئ إنه أمر جميل ألم نكن نسمع بأن الرحلة إلى الله نعمة الرحلة إلى العائلة الرحلة إلى الحفلات الرحلة إلى المنتجعات السياحية كل مطلوبة ولكن أعظم رحلة رحلتنا إلى الله فقالوا لها إنها رحلة بغير عودة فقالت هو جميل جدا إذن سأرحل إلى الله إنه أمر جميل بدأت نورة تبتسم وبدأت تشرق بوجها ووجنتيها والطبيب اندهش كيف أن هذه الطفلة تهبتة بقوة إيمانها ويقينها قال للأب لطالما أخبرت بعض الكبار بنتائج تحاليل فحوصات طبية عن أمراض مثل هذه وقع لهم انهيار الكبار يقع لهم انهيار عصبي والطفلة تبتسم وكأن شيئا لم يقع إنها الفطرة فطرتها السليمة تعصمها من الانهيار وتجعلها توقن بأن لا شيئا يقع سيئ قالت لهم إذن سأرحل إلى الله فقال لابد عليك أن تقوم بالدواء والعلاج قالت لماذا نصرف الأموال ما دلت سوف أموت لماذا نصرف الأموال ونقع العلاج فقالها الطبيب يا بنيتي العلاج ضروري لأنه حفاظ على الأمانة قالت أية أمانة قال لها هذه الأعضاء التي في جسمنا من القلب والرئتين والكبد هي أمانة ربنا أعطاها لنا وعلينا أن نعيد له الأمانة وهي سليمة أتدريد يا نور لو أن صديقتك أعطتك دمية تلعبين بها ثم بعد ذلك كسرت الدمية وأعدتها إليها مكسرة ما رد فعل صديقتك قال طبعا ستغضب قال أتريد أن الله تعالى يغضب عليك عليك أن تعيدي الأمانة إلى الله سليمة نحن سوف نستعمل هذا الدواء لأمر الاثنين أولا لنخفف من الآلام والأمر الثاني لكي نحافظ على قدر المستطاع على بقية الأجهزة في الجسم على الجهاز الباطني والهضمي وعلى القلب والرئتين والكلي قالت نعم سوف أفعل حتى إذا ذهبت إلى ربي سأقوله يا ربي لقد حافظت على أمانتك على قدر ما أستطيع وسوف أعيدها لك وهي سليمة على قدر ما أستطيع وقالت يا طبيب أعدك أنني سوف ألتزم بأخذ الدواء في الوقت المناسب وسوف ألتزم بكل الإرشادات والتوجيهات الطبية ما دم هدفه حفاظ على الأمانة التي سوف نلقى الله عليه وأعطيها له بدأ الطبيب يبكي أيضا والأب يبكي والأم فقدت وعيها قفى بهذه الطفلة الصغيرة محافظة عن الجأش ومرابطة على الثقة إنها الفطرة السليمة هذه الفطرة تكون عند الأطفال الصغار نقية طاهرة إذا لم تلوت ولم يتم الإساء إليها تبقى معنا تكبر معنا طاهرة نقية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بدأت الأسرة تنتظر ستة أشهر المقبلة كانت أشهر باردة وتقيلة وحزينة تنتظر ودع ابنتها الأب يقول هذه الزهرة الجميلة ما دنبوها جاءت إلى الدنيا وبسرعة سوف تغادر والأم كلما رأتها عانقتها وقبلتها وشمت رائحتها وتقول لعلك يا ابنتي سوف تغادر هذه الكوكب وهذه الحياة وسوف نشتق إليك نورا لم تكن تهتم بكل هذا الكلام تقول أنا سأرحل يا أبي سأرحل إلى ربي فعليا أن أتعجل ما هي الأشياء التي يحبها ربي أبوها قال ربك يحب الصلاة لأن رسول الله صلى الله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قالت إذن سوف أحافظ على صلاة فبدأت نورا تحافظ على الصلاة في وقتها وتكتر من النوافل ثم قالت أبتا ما هي الأمور التي يحبها الله أيضا أنا سأرحل إلي راحلة إلى ربي ما هي الأمور التي يمكن أن أنانا بها أجر الله وتوابه قالت تلاوة القرآن لأن القرآن كلام الله وخير شيء يأتي به الإنسان إلى ربه أنه يحفظ أحزابا من القرآن في صدره قالت إذن سأفعل فبدأت تحفظ قسر الصور وتخبئها في صدرها ثم سألت أباها يا أبتي ما هي الأمور التي يحبها الله إذا رحلنا إليه قال يا بنيتي حسب معلومة بسيطة غيراس الجنة قالت وما غيراس الجنة قال أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسمى غيراس الجنة فصارت نورا كل وقتها تقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم كانت نورة تخبئ بعض النقود لشراء بعض الألعاب فأخذتها ثم ذهبت تصدقت بها فقال والدها لماذا فعلت ذلك؟ قالت يا أبتي إن ربي يحب الصدقة وأنا سأرحل أنا راحلة فعلي أن أستعد لكي يتقبل مني الله هذه الصدقات فتفجأ الأب من هذه البنية ومن إيمانها ويقينها واستمرت هكذا الأيام تمضي انتظار موعد ستة أشهر كل يوم يمضي ثقيلا وباردا ومخيفا الأم تبكي بالليل والنهار والوالد لا يكاد يعمل إنه ينتظر الفاجعة فقدا ابنته أخوها الصغير شقيقها كان يبكي ويقول لن تبقى عندي أخت لن ألعب مع أختي بعد الآن نورا لم تكن تهتم بكل هذا كانت تبتسم وكانت تكتر من تلاوة القرآن وكانت تصلي الصلاة وتقيم النوافل وكانت دائما تسعى لكي تعمل أي شيء فيه فائدة وخصوصا كانت تصلي على النبي الكريم قالت سمعت شيخا في إحدى القنوات يقول فضل الصلاة على النبي وبأن من صلى عليه سيستقبله سيستقبله عند عتمة باب الجنة ويشفع له ويسقيه من حوضه الطاهر فكانت تصلي على النبي الكريم واستمرت هكذا نورا وهم ينتظرون مرور ستة أشهر لكي تنتقل الروح الطاهرة إلى بارئها بعد ستة أشهر لم يقع أي شيء الوالد يحمل البنية إلى المصحة الطبية ويعرض على الطبيب من جديد قال ربما اللحظة الأخيرة في بنيتي لكن أراها سليمة فأعاد الطبيب مرة ثانية أعاد التحليل الباطنية لجسم نورا النحيل فتفاجأ الطبيب تفاجأ بأن الأمراض التي كانت في جسمها ذلك السرطان الخبيط بدأ يتلاشى من تلقاء نفسه لأن الدواء الذي كان يعطى إليها من قبل قالوا ما عنده فائدة ما يستطيع هذا الدواء أن يواجه هذا السرطان الخبيط في مراحيله الأخيرة لكن وجدوا بأن السرطان بدأ ينكمش وبدأ يزول حتى كان أن يزول ما هي إلا أساميع معدودات وترجع نورا إلى مع أبيل الطبيب فيفحصها الطبيب وفريق علمي معه فيفاجأون بأن الجسم صار طاهرا مطهرا نقيا ما فيه لا سرطان ولا أمراض ولا أي شيء تفاجأ الوالد وتفاجأ الطبيب وتفاجأ الفريق الطبي وقالوا إنها لكرامة إنها لمعجزة هذه البنية من شدة تلاوتها للقرآن ومن شدة لهجها بدكر الرحمن ربنا شافاها وعافاها ألم يقل الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألم يقل جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ألم يقل فيه شفاء للناس ألم يقل ويشفي صدور قوم المؤمنين ألم يقل سبحانه وتعالى وإذا مردت فهو يشفين ربنا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هكذا قال القرآن العظيم إنه شفاء وصيدلية بامتياز لقد دهم المرض العضال عن هذه البنية وربنا سبحانه وتعالى كتم لها عمرا طويلا وكانت نورا الأيام تمضي والشهور وهي سليمة معافة من المرض والأطباء يحتارون في أمرها وربنا كان كان يجعل الصدقة هي من أسباب العلاج ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دو مردكم الصدقات ونورا كانت تخبئ بعض الدريهمات لشراء بعض الألعاب والحلويات كانت تتصدق بها أيضا فبالصدقة وقع شفاء وما هي إلا مدة قصيرة حتى تأكد بأن جسم هذه البنية النحيل صار معافا تماما من الأمراض والأسقام الشفاء بالإيمان والشفاء بالذكر والشفاء باليقين وحسن الضل بالله فكانت نورا دوما ترفع صوتها في البيت وتصلي على النبي العدنان صلوا صلوا صالتين على طاها الزين فكانت الأم تفرح وتسعد وبتت الأمل في العائلة والأسرة وحتى الطبيب قال بأن سبحان المعالج سبحان المداوي رغم الطب إنه يرى فقط الظاهر ولكن الباطن والخفي يعلمه الخالق البارئ جل جلاله فكانت نورا دوما تصدح من الصباح إلى المساء بالصلاة على النبي المختار وفيها شفاء ودواء فصلوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفيكم المولى من الأمراض والأسقام والعلان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة